السنة الدراسية بتهل علينا بعض المدارس دخلت بالفعل وفي خلال الأسبوع الجاي باقي المدارس هتكون دخل الطلاب أولى إعداد دفع الجديدة 20-24-20-25 هيكونوا على موعد مع مناهج متورة وجديدة قائمة على أدوات تقييم عن اللي احنا متعودين نشوفها في السنين اللي فاتت في المرحلة الإعدادية عملية تطوير وتجديد للمناهج الدراسية خصوصا في مرحلة التعليم قبل الجامعي ودي أعتقد أنها كانت حاجة من الضروريات اللي لازم تحصل عشان نقدر نبقى ماشيين بالتوازي مع التغيرات وتطورات اللي بتحصل في العالم الدفعة دي بالذات يا مصطفى عمال يحصل فيها كيميات من التغيرات يعني هي دي دفعة التغير الدفعة البايلوت تقريبا اللي هي كانت ربعة ابتدائي وحصل عليها بعد التطوير خلانا يعني متحدث عن هذا الموضوع بشكل أوفى وأكثر تفصيلا عن هذه المناهج عن أهمية التطوير عن المبتغة احنا رايحين على فين عايزين امن الطالب بصحبتنا دكتور محسن حامد فراج وستاذ المناهج في قولية التربية جامعة عن شمس للسؤال عن كل هذه التفاصيل أهلا بك دكتور أهلا بك في السرعة خير في البداية كان عندنا ربعة ابتدائي وحصل على منهجها تطوير كبير جدا يمكن شفنا في تفاصيل الرأي العام كله اتكلم عنها وبعد كده من بعد ربعة ابتدائي قلنا أن دي بقت سنة فيصلية يمكن زي ما مننا قالت واستمر هذا الأمر إيه اللي ممكن نضيفه في قولة عدادي وإيه اللي يعني يعني نقدر نقول أن التغيير ده حيفضل مستمر الغاية السنوي ولا الكلام يعني حيبقى في مرحلة مرحلة بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا يعني التطوير مش عمل جزئي بيتم في مرحلة دون المراحل الأخرى مهم جدا يكون التطوير ده بيشمل كل التعليم العام مراحل التعليم العام هي من أولى ابتدائي لحد ثلاثة سنوين ورياض الأطفال قبلها فهي بيبقى منظومة متكاملة لأنها بتستهدف الإنسان وبناء شخصيته بشكل متكامل وده اللي تم التخطيط له من سنة 2014 2014 كان فيه وصائق منهج وكان فيه أطر عامة بتتكلم عن المستقبل لأن التطوير لا يتم خاصة في مجال التعليم لا يتم في وقت وجيزة أو بين يوم وليلة محتاج استراتيجية وخطة طويلة المدى وما يتمش بشكل فجائي فبدأ يبان فيه أول ظهور للمناهج المطورة بدء من 2018 مرحلة رادر الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية من الأول إلى الصف السادس حتى العام الماضي تطوير في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي لها المرحلة الإعدادية استكمال لما بدأ هو نفس الجيل اللي هو خضع للتطوير في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي لها المرحلة الابتدائية هو نفسه اللي مكمل معانا لحتى المرحلة السنوية في تطوير المناهج مش منظوم التعليم على أساس أن فيه قرارات خزيطة وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة في محاولة تحسين نظام السنوية العامة لكن ده مش تطوير المناهج إنما التطوير المناهج اللي بيحصل فيه المرحلة الإعدادية اللي هو فيه قول عدادي في هذه السنة هو استكمال لما تم فيه السنوات السابقة بدءا من 2018 يعني بنبني على حصل ضروري ضروري جدا أن يكون مترابط ويكون مترابط كل مرحلة بتسلم مرحلة بانينا زي يعني مثلا كان فيه مواد زي البيولوجي أو الأحياء فيه تفاصيل في ربعة ابتدائية كانت تقيل بانينا عليها إزاي في فترة تماما نتكلم عن بيولوجي مثلا أو الأحياء أو الفيزياء أو الكيميا ده يكون في المرحلة السنوية لكن ما قبل المرحلة السنوية بنتكلم عن علوم مترابطة مندامجة مع بعضها يعني هو بيوصف على أنها علوم مترابطة على أساس أنه لا أقدرش أميز التخصصات دي بينهم بعضها لأن الطفل في المرحلة دي بيكون في بداية بناء الشخصية فبياخد الأشياء كلها بظاهرة كلية بتكامل في تكامل في شخصيته وتكامل في المادة اللي بيتلقها ممكن دكتور شفنا ده خلال مناهج الساينس بقى مش هنقول عليها العلوم يعني بصفة عامة أنه كان فيه نوع من أنواع التكامل ما بين المواد المختلفة يعني تلاقي الدرس بياخدوه بشكل علمي مثلا في مادة الساينس ونفس الدرس تاني بيعاد بصيغة تانية في دروس القراءة مثلا وغيرها يعني أو درس موجود في الدراسات بنلاقيه موجود في القراءة بشكل آخر أو بزاوية تانية المناهج كانت بترد على بعض أو كانت بتفيها من بعض فأعتقد ده كان بيأكد الفكرة وبيقلل كمية الحشو اللي بتكون موجودة أو عدد المعلومات الكتير قوي اللي بيتصير على طول أعتقد ده ما كانش موجود عدد معلومات مركز وداخل ستريت بحيث أن الولاد تبقى قادرة تستوعب وتخفز طبعا الحركة الصفتي ده اللي هو التكامل والترابط الأفخي عبر المواد مش التكامل الرأسي عبر الصفوف وده مهم جدا علشان ما حصلش نوع من التعارضات اللي ممكن تحصل بين المواد المختلفة وما يبقاش فيه كم أو عبق معرفة كبيرة على الطالب في المراحل الأولى من التعليم وده شيء كويس جدا نحن ننظم المناهج باختلاف المواد الدراسية واختلاف التخصصات حول قضايا كبرى حول تحديات كبرى حول مشكلات كبرى مفاهيم كبرى ده مهم جدا وده يساهم في بناء الشخص ما حصلش نوع من التعارضات أو التشتت أو اللي هو يبقى التعلم فيه تخصص دقيق ده ممكن بدءا من المرحلة السنوية في الجامعة لكن في المراحل الأولى من التعليم فكرة التكامل الأفق اللي بيتم بين المواد دي مسألة مهمة لتكامل الشخص والتكامل الرأسي اللي هو عبر الصفوف ده مهم جدا علشان النمو نوضح بقى إيه هو التكامل الأفق والتكامل الرأسي تفصيلا طبعا التكامل الرأسي عبر الصفوف اللي هو كل سنة بيزداد طالب الحصيلة اللي بيبني عليها اللي تعلمه في السنة اللي قبلها إنما التكامل الأفق اللي هو عبر الصف الواحد عبر المواد الدراسية المختلفة بياخد إيه في الدراسات بياخد إيه في اللغة العربية بياخد إيه في العلوم مفاهيم حياتية مشكلات حياتية وقدم له المادة العلمية من خلال هذين طبعا حققنا ده إزاي في قول عدادي؟ قول عدادي هي استكمال اللي حصل في المرحلة الابتدائية والكتب اللي صدرت اللي هي بتعبر عن المناهج دي باين فيها إن هي استكمال للمصوفة اللي تمت في المرحلة الابتدائية هي بس المشكلة اللي احنا ممكن تواجهنا هو إن التطوير في المناهج مش الكتاب بس مش المحتوى اللي بتقدم لا ده هو معالجة المحتوى محتاجة آليات أخرى داخل المدرسة محتاجة جهود من المعلمين محتاجة إمكانات يعني مثلا لما نقول إن فلسفة التكامل في الصف الأول الأدادي بتدعو الطلاب للبحث والتفكير وإنتاج المعرفة يبقى لازم أقدم المحتوى هنا محتوى منقوص مش مكتمل يبقى فيه أنشطة يبقى هو مشارك فيه بناء المعرفة فييجي ظاهرة زيها مثلا ظاهرة الكتب الخارجية بتحل الأنشطة دي كأنها تفكر نيابة عن الطالب وأحيانا أولياء الأمور يقوموا بهذا الدور فده يتعارض مع الفلسفة اللي بنيت من خلالها المناهج فإحنا لازم ننتبه لهذا الأمر ده تغير خالص دكتور من يمكن على الدفعة دي بزات من ربع بتدائي المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم هي المنوطة بهذا الموضوع يعني الأسئلة وأشكال مختلفة يعني هما دفعة لأول مرة بيجربوا فما فيش زي ما بيقول كده أو نمازج مسبقة من الامتحانات يقدروا يتضربوا من خلالها لكن ده تم توفيره من خلال المنصة الخاصة أنا بتكلم على صقافة التعلم موجودة في المجتمع ممكن تعمل يعني تعرضات مع الفلسفة التي تتبنها الدولة والوزارة التربية والتعليم في عملية التطوير ففكرة أن يكون فيه كتب خارجية أو فيه دروس بيقوموا بالأنشطة وبحل الأسئلة نيابة عن الطالب وأولاء الأمور عايزين يطمئنوا وعايزين يوصلوا أولادهم لفكرة أنه يقفل الدرجات لكن هي الفكرة مش فكرة الانتحانات وفكرة تحصيل معرفة النام الفكرة فكرة البناء الشخصية وعمليات التفكير دي مهمة جدا فلازم نحن نعتمد على الفلسفة والآلية اللي تمت بها صناعة هذه المنائب فدي مسألة مهمة جدا يعني طب خلينا ناخد نماذج على سبيل المثال قصة يعني مواد التكنولوجيا إزاي تكملت في أول أعدادي وإزاي حنبني عليها بعد كده يعني إزاي حنوصل بقى بعد كده في سنوية وخصوصا أن المواد دي متغيرة جدا يعني إحنا عندنا يعني أنا ما أشفق تحديدا يعني إحنا على واضعي هذه المواد المواد التكنولوجية والمواد اللي علاقة بالآي تي بشكل عام هي كل يوم فيه جديد طبعا هي بتطورت بشكل متسارع جدا لأن خلينا نتكلم على فكرة التكنولوجيا واستخدامها وتوظيفها في التعليم هي وسيط مش غاية في حد ذاتها وسيط لتعلم المعرفة في مجالات وتخصصات أخرى في حل المشكلات اللي بيتواجه الإنسان أو المتعلم أو الخريج في حياته فدي مسألة مهمة جدا نادي أدوات لابد أن إحنا نهتم بإكسابها للطلاب نكسبهم المهارات للتعامل مع هذه الأدوات لكن فكرة أن إحنا نحاول التعليم من كله إلى أتماتا أو أوتوميشن أو الجزء التكنولوجي لا مهم جدا البعد الإنساني والجانب الإنساني مهم جدا في القيم وفي المشاعر عشان يعني العالم ما بعتمد على التكنولوجيا بنلاحظ أنه بقى أكثر قصوة عن ذي قبل فالجزء الإنساني مهم جدا لكن التكنولوجيا أدوات مهمة أو كلم في المواد دكتور في المواد درسية أي يعني إحنا حطلها إزاي في السياق من خلال مصفات مصفات دي بتبقى بتقول إيه هي نواة جهة تعلم المستهداف الخريج ده يبقى شكله إيه بعدما يخلص المرحلة التدائية ويخلص المرحلة الأعدادية أو المرحلة السنوية وحط أهداف غيات وتبقى بشكل عام وبعدين نحط إيه في كل مادة دراسية المادة الحاسب الآلة أو التكنولوجيا أو العلوم أو الرياضيات أو الدراسات هتساهم بإيه في تحقيق النواة الجديدة اللي يتحقق الشخصية يعني كل مادة لها إسهام أو لها دور في بناء الشخصية فلازم تعمل مصفات مبتدائية واعدادية سنوية ربط التكنولوجيا اللي حالك بتتكلم فيه والمصطفى بتتكلم فيه حصل بالفعل موجود في الكتب يعني فكرة إن الكتب موجود عليها الـ QR codes اللينك بتاع كل درس موجود أي طالب يقدر يقوم ماسك الموبايل ويقدر يبص على الكتاب ده والكتاب بالكامل موجود على منصة الوزارة فالتعامل حتى لو الكتب المطبوعة الورقية يعني مكادش فيها شرح كافي أو مكادش معمولة مع إن التباعة جيدة جدا يمكن بنشوف بقالنا الفترة الأخيرة الكتب مطبوعة أربعة لون بورق محترم كوشي يعني بيحفز التعليم بالإضافة إلى إن الولاد بقوا بيدخلوا على لينكس كتير كمان يقدروا يشوفوا شرح واثنين وثلاثة متوفر من قبل الوزارة نفسها طبعا ده واحد من أهداف المهمة جدا للتطوير اللي حصل فكرة البحث فكرة توظيف تكنولوجيا في عملية البحث ما قدمش المعلومة جاهزة وده وده كان فيه جهود كبيرة في الوزارة وفارد هذا الأمر من خلال منصات من خلال المدونات من خلال معامل وفصول افتراضية من خلال استغلال المواقع التواصل الاجتماعي يعني توظيف كل ما يمكن من الأدوات التكنولوجية في عملية تعلم ودامج التكنولوجيا معها طب إيه الفلسفة اللي عليك وقمته يعني على أساس تغييرها في مناهج الصف الأول إعداد إيه اللي كان وإيه اللي بقى يعني في مؤشرات عالمية بتتكلم عن تصنيف الدول وأفضليتها في التعليم هذه المؤشرات العالمية يعني صنفت في عشر دول تقريبا هما الأفضل على مستوى العالم في مخرجات التعليم كوريا الجنوبية صنفة أفورة فنلندا آيرلندا هولندا كندا مملكة المتحدة اليابان دي كل الدول دي عملت طفرة في التعليم طفرة في التعليم لأنها استهدفت المهارات استهدفتش المعرفة المهارات يعني تعلم القائم على المهارة المهارة دي ممكن تبقى مهارة عقلية ممكن تبقى مهارة أدائية ممكن تبقى مهارة اجتماعية فدي مسائل مهمة جدا هي دي الفلسفة أو النموذج اللي المفروض المناهج تحققوا فيه مخرجاته إن احنا التعلم مستند ومرتاكز على المتعلم هو المتفاعل هو الإيجابي بدل ما يكون مرتاكز على المعلم هو اللي بيقوم بكل الأدوار في التعلم لا المتعلم هنا لازم يكون هو الإيجابي متفاعل منتج للمعرفة يفكر تفكير نقدي يلاحظ يحل المشكلات وهو ده اللي هيطلع مخرج مختلف في المجتمع فيه مسابقات دولية وفيه اختبارات دولية بتقيس هذه المخرجات عمل ليه بقى في قول عدده لسه قول عدده هيتطبق لأول مرة لكن احنا فيه مسابقات سابقة في مسابقات سابقة مثلا مسابقة التيمز أو مسابقة بيزة أو بيرليز دي بتشترك فيها معظم الدول حاجة كده بتعمل كل عدة سنوات 3 سنوات وأربع سنوات زي المسابقات مثلا كأس العالم في كرة القادمة أو كأس الأمم الأفريقية دي بتشترك فيها الدول بتطلبها في المراحل السنية في التعليم الأساسي وبتترتب الدول اللي فيها احنا يعني في أول مشاركة لنا كنا في المركز مثلا 51 من 52 دولة لكن بدأنا ناخد خطوات ونصعد في الترتيب في المنطقة مثلا الوسطى في الترتيب لكن احنا محتاجين مزيد من الجهد ومحتاجين ان احنا يعني نجهز البيئة التعليمية علشان يبقى لنا مكان في المنافسة دي التدرج مع الطلاب حسب الفئة العمرية في التعامل مع المناهج وفي التعامل مع ضغوط الحياة يعني الولاد الصغيرين لغاية المرحلة ابتدائية كانوا أقل في العمر وكانوا أصغر فكان التقييم بيتم على أساس ألوان مجرد أزرق أخضر أصفر أحمر بحيث انه ما يبقاش الطالب وليه الأمر في ضغوط شديدة لما ننتقل بقى لمرحلة عمرية جديدة مرحلة الاعداد اللي هي البروفا ما قبل السنوي اللي هي المفروض ان شاء الله على ما نوصل تكون ما بقتش بقت مشكلة خلاص يعني أو بعبع للأهالي زي الأول نبتدي بقى ندخل في تقييم الدرجات هنا بنراعي التطور الزهني نفسه والبناء النفسي للطالب طبعا يعني احنا عايزين ان الولادنا يتعودوا ثقافة التقويم المستمر التقويم المستمر هو مش امتحان واحد بيحدد مصير الطالب يجعل الطالب تحت ضغط أو متوتر هو وأولياءه الأمور إنما ثقافة التقويم المستمر هي واحد من المؤشرات اللي نجحة في الدول اللي أنا أشارت إليها من قبل إنه يبقى فيه جزء من ثقافة التعلم هو ثقافة التقويم المستمر يعتاد إن فيه تقيم بيستقيم يبقاش مجرد امتحان تقويم ده بيبقى لشخصيته من استخدام أدوات مختلفة زي الملاحظة لأداء ولمهام زي المقييس الخاصة للقيم العمل الجماعي من خلال المشروعات الكتير والتعاوني وتواصل القيادة والإدارة طبعا طبعا ما بناء علي يعني ما زالت عملية التطور مستمرة في مناهج وزارة التربية والتعليم كان عندنا تطوير في مناهج المرحلة الابتدائية النخاردة وصل يعني قطار التطوير إلى الصف الأول الإعدادي في جهود بتبذل من كل العاملين ومن كل وضعي المناهج باختلاف يعني مسماتهم الوظيفية للمصول إلى أفضل صيغة من المناهج لطلبنا في الصف الأول الإعدادي بنشكر الدكتور محسن حامد فراج وستاذ المناهج بي كلية التربية جميعا تنشمس على كل هذه الإضافات وعلى منقشته لنا لكل هذه المحاور شكرا جزيلا شكرا جزيلا